من جهته وجه وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجوغني شكرا للرئيس عبدالفتح السيسي وأكد أن بلاده تنظر لمصر لأنها دولة مهمة جدا في المنطقة وثمن سيجوغني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الجهود المصرية المبدولة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة والتزام مصر كواسيط لوقف إطلاق النار في القطاع هذه المرحلة الأخيرة في مصر تبين أهمية شركتنا وتكلمت عنها معالي الوزير وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية معالي الوزير سوف ألخص رسالتي بثلاث نقاط رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بها في المنطقة أول رسالة الأولى نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تظلونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدة الإنسانية تكلمت عن هذا معالي الوزير ونحن الأثنين وبلدينا فرنسا ومصر عمل كثيراً معاً لتوفير الدعم الإنساني والطبية للشعب الفلسطيني في غزة وأمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية وأيضاً وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام